رأس الغد طارق بابكري ينضم إلينا إذن طارق ماذا عن أهم وأبرز ردود الفعل بعد كلمة البرهان بمناسبة احتفال الجيش بعيده الوطني شروق هذا الخطاب الذي دفع به رئيس مجلس السيادة الانتخالي القائد العام للجيش في مدينة شندي بولاية نهر النيل في ذكرى اليوم الوطني الثامن وستين للجيش هذا الخطاب يأتي وفقا لكثيرين تأكيدا لما جاء في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان في الرابع من يوليو الماضي والذي أكد فيه انسحاب الجيش من العملية السياسية ومن الحوار السياسي الذي تيسره الآلية الثلاثية التي تتشكل من اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيقاد مفسحا المجال للقوى السياسية والقوى الثورية للتوصل إلى حكومة من الكفاءات الوطنية الديمقراطية لإدارة شأن البلاد في هذا الخطاب دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي كل القوى السياسية إلى ضرورة إحداث وفاق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة وطنية يتوافق حولها الجميع لإنهاء هذه الأزمة السياسية التي وفقا لكثيرين ألقت بظلالها السالبة على أوجه الحياة كافة وقال إنهم في القوات المسلحة يعملون على رفع قدرات القوات المسلحة وتطويرها وتأهيلها وأن الجيش لن ينحاز لأي طرف من الأطراف إنما فقط هو يعمل في أن يتوصل الجميع إلى إحداث وفاق وطني ينقذ البلاد وفقا لخطاب رئيس مجلس السيادة من هذه الأزمات التي لربما تحدث سيولة لا يحمد عقباها نتيجة لهذا التجاذب وهذا الشد والجذب في العملية السياسية شروق تم الدفع بعديد المبادرات لإنهاء هذه الأزمة السياسية هناك مبادرات ومشاورات ومخترحات وإن اتفقت وفقا لمراقبين في حل الأزمة السياسية إلا أنها تختلف في رؤية الحل وفي كيفية استعادة وأيضا مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي وهذا وفقا لمراقبين ربما يباعد نقاط الالتقاء وربما أيضا يفضي إلى اللانتائج هذه المبادرة الأخيرة هي مبادرة نداء السودان التي بالأمس عقدت مؤتمر للمائدة المستديرة قالت إنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن هم هذه المبادرة هو الخروج من هذا النفق نفق الأزمة السياسية السودانية والخروج من كل هذه الأزمات إلى بر الأمان ووصولا إلى حالة الأمن والاستقرار في البلاد أيضا في خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح الورهان قال بأن القوات المسلحة يعني هي ترحب بكل المبادرات الساعية لإقرار الوفاق السياسي بين كل الأطراف وبين كل الفرقاء وكان مجلس السيادة قبل فترة قد شكل لجنة معنية بإدارة كل هذه الحوارات إذا كانت حوارات داخلية أو حوارات خارجية والوصول إلى صيغة مثلها لحل هذه الأزمات السياسية هذا الخطاب شروق يأتي تأكيدا لما جاء في خطاب البرهان في الرابع من يوليو بانسحاب الجيش من العملية السياسية والآن وفقا لكثيرين أصبحت العملية السياسية مدنية مدنية وهو ما دفع رئيس مجلس السيادة بأن يحمل كل القوى السياسية يعني ما يحدث الآن وطالبها بأن تتحصل أو تتوصل إلى وفاق ينهي كل هذه الأزمات بينما كثيرون وخاصة قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي بتحالفه العريض يقولون إن سبب كل هذه الأزمات هو ما أتى وتشكل بعد الخامسة العشرين من أكتوبر الماضي والذي يصفونه بالانقضاض وقطع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي وهو في رؤيتهم حددوا بأن مسار الانتقال الديمقراطي لا يأتي إلا بإنهام ما تم في الخامسة العشرين من أكتوبر الماضي موسيقى